أنا رجعت إلى بغداد تقدي يوم 31 تموس أنا لحد ذاك التاريخ كنت لا أزال أتصور أنه ماكو شيء اسم حرب يوم 2 ثمانية يوم 5 أنا في مكتبي وأنا أداوم مبكر جاء ثمانية رحت المكتبي ولا السكرتير مالتي يدخل علي قال لي دخلنا لكويت أنا إيشي هزيت براسي بواعت علي قلت له شنو دخلنا لكويت قال حتلينا لكويت هو كان يبدو عليه الفرح أنا وصبت بالوجوم حقيقة يعني ما تقبلتها إن شاء الله أنا لم كما ذكرت يعني لم يكن يخطر ببالي أن العراق سيقدم على موضوع احتلال الكويت أنا كنت أصور أنه النفط وموضوع الأسعار كان تلعب دور أساسي لكن يبدو أنه القيادة والرئيس الصدام بشكل خاص يبدو أنه كان بذهن شيء آخر لم يشارك الحكومة أو القيادة بهذا الموضوع حسب ما تبين بعد إذن أنه دخولا لكويت لم يكن يعلم به شوى أشخاص معدودين جدا حسب ما ذكر أنه أربع أشخاص فقط موسيقى موسيقى موسيقى